اشتركوا في القناة وقده الله من تقدير لدور المجلس في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لأداء هذه المهمة الجليلة والرسالة النبيلة جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس الصباح اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس هذا وجدد المجلس تهنيه وتبركاته بمناسبة حلول الشهر الفضيل داعيا إلى اقتنام هذه الليالي والأيام العظيمة في التقرب إلى الله تعالى بالعبادة والدعاء والبر والإحسان كما أشهد المجلس بدعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للشباب البحريني باعتبارهم ثروة الوطن ونصف الحاضر مثمنا تسمية العام الجاري 2022 بعام الشباب البحريني وفي سياق آخر ثمن المجلس الجهود المثمرة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لفيروس كورونا ما عاد للشهر الفضيل فعالياته الحيوية العبادية منها والاجتماعية كما شد بأمر سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء الكريم بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين مؤكدا أن هذه التوجيهات تعقس بوضوح حرص الحكومة المقرى على رعاية بيوت الله تعالى كما رحب بافتتاح عدد من الجوامع والمساجد بالتزامن مع الشهر الفضيل